اهلا بكم كنت وعدتكم في الفيديو اللي فات ان احنا هنتكلم عن الهرمونات وعلاقتها بوزن الجسم بس في الفترة اللي فاتت جات لي رسائل كتيرة قوي بتسألني عن ايه علاقة القالون التقرحي بالضايت ايه انسب ضايت ممكن نستخدمه علشان نقلل من الاعراض وان شاء الله للشفة فانا لقيت في اولوية كبيرة للموضوع ده فعوايتكم ان المرة الجاية نتكلم عن الهرمونات ووزن الجسم فالنهاردة هنتكلم بتفاصيل عن القولون التقرحي وايه الضايت المناسب لي بس قبل ما نتكلم عن الضايت المناسب لازم نعرف ناخد فكرة ايه هو القولون التقرحي القولون التقرحي هو احد امراض جهاز المناعة جهاز المناعة لي امراض متعددة بتتوقف على التركيب الجيني لكل شخص كل شخص فينا ورث من اهله من الاب والام او من الاجداد مجموعة من الجينات الوراثية احتمال يكون فيه جين من الجينات ضعيف لما بنتحط في ظروف معينة ضعف الجين ده بيظهر في صورة امراض القولون التقرحي احد الامراض دي اللي هي مرتبطة بالجينات والراثية اللي هي بتستفز جهاز المناعة وبينتج عنه التهابات لما بنسمع كلمة التهابات بيجي في مخينة على طول ان احنا لازم ناخد دواء مضاد للالتهاب بس انا افضل ان احنا بدلا ما ناخد دواء مضاد للالتهاب لان الالتهاب ده عبارة عن جهاز انذار ليس مرض ان احنا بدلا ما نعالج العرض نعالج السبب ايه السبب اللي وصل جسمنا للالتهاب الشخص اللي بيصاب بالقولون التقرحي وانا من ضمنهم الشخص ده اتحط في الظروف ساعدت جهاز المناعة انه يتصرف غلط بدلا ما يدافع عني بيهاجمني ونتيجة الهجوم التهاب وبعدين على المادة الطويل مع تكرار السبب وجود السبب الالتهاب بيؤدي الى تقرحات والتقرحات بتقدي الى نزيف الاسباب اللي هي بتؤدي الى استفزاز جهاز المناعة هي الاكل اللي بيخش جوا جسمك المقولة اللي بتقول you are what you eat مقولة صح اللي انت هتاكله هيظهر عليك فلو انت اكلت اكل خاطئ بيظهر عليك على سبيل المثال شخص عنده حساسية من الفراولة اول ما ياكل فراولة جسمه يدفع احمر او حساسية من البيض تاكل بيض جسمك يدفع حساسية انت بتعمل ايه في الحالة دي بتقول لا يا جماعة انا مقدرش اكل فراولة انا مقدرش اكل بيض هنعمل نفس الاسلوب هنمتنع عن الاطعمة اللي هي بتسبب الالتهابات في الجسم وفي الحالة دي مايحصلش استفزاز لجهاز المناعة ومايهاجمش المنطقة المصابة في حاجات كتير لازم نتكلم عليها فانا هتكلم باختصار بس في المفيد نخش في الموضوع على طول ايه الحاجات اللي المفروض نتوقف عن تناولها او نشيلها من قائمة الطعام بتاعتنا علشان نخفض من التهابات الجسم اول حاجة السكر السكر بيرفع من التهابات الجسم شامل مش القولون فقط ده القولون احد الاعضاء اللي السكر بيسبب لها التهابات لكن بيعمل ايه كمان السكر بيعمل التهابات في الجهاز العصبي وبيسبب كمان الزهايمر على المدى البعيد لانه بيمنع وصول الغزاء للمخ والمخ ما بيقدرش يستمر مدة طويلة بدون غزاء وبيحصل نقص في الفيتامينات والمعادن والدهون اللي المخ بيحتاجها وبيحصل مرض الزهايمر فبالسكر في مطال خطورة على جسمك كله بما فيهم القولون الحبوب الحبوب اللي هي النشويات اللي هزا الامح الدرة الشعير الى اخيري جميع انواع الحبوب بتحتوي على عنصرين في مطال خطورة على حياة الانسان الجلوتن والليكتن الجلوتن والليكتن هم عبارة عن بروتين نباتي موجود في النبات النبات صنعه لحماية نفسه اللي بيحصل احنا كبني ادمين او حيوانات في عالم الحيوان لما بنتحط في موقف فيه تهديد على حياتنا حجة من الاتنين يا اما بنهرب ونجري يا اما بندافع عن نفسنا ونواجه الموقف سواء انسان او حيوان النبات ما عندهش القدرة دي لانه مزروع في الارض وما عندهش القدرة على التحرك صنع على نفسه مواد سامة لانه هو مش عايز يتاكل صنع على نفسه مواد سامة علشان يضرك او يضر الحيوان اللي حياكله اللي هو الجلوتن والليكتن الجلوتن والليكتن لما بيخشوا جهاز الهضمي بيوسعوا من المسام بتاعة القولون المفروض القولون في مسام يمتص به السوائل والمعادن والفيتامينات ودخلهم جوه الجسم بس المسام دي ضئيلة جدا الجلوتن والليكتن لما بيخشوا جهاز الهضمي بيوسع من المسام دي فبيسمح بمرور البكتيريا الضر بيسمح بمرور الاكل غير المهضوم بيسمح بمرور الملوثات اللي موجودة في البيئة زي مثلا مبيتات الحشرية عوادم السيارات عوادم المصانع الى اخرين لما جسمك بيخش فيه الحاجات دي بيبعت اشارات لجهاز المناعة بيقوله لحقني ده فيه مايكروبات دخلت ابعت جيوشك جهاز المناعة ما بيفكرش بينفز التعليمات بيبعت الجيوش بتاعته للهجوم لما بيهاجم المنطقة اللي فيها المرض بيحصل الالتهاب وعلى المدى البعيد بيحصل تقرحات كل ده بسبب الليكتن والجلوتن الموجودين في الحبوب البقوليات البقوليات هي نباتات وفيها نفس العنصر الليكتن للدفاع عن نفسه وهو مش عايز يتاكل بجانب صنع حاجة تانية اسمها انزايم انهيبتور مضادات للانزيمات ربنا خلقنا بانزيمات نهضم بها الطعام اللي بناكله البقوليات صنعت لنفسها مضادات للانزيمات عشان ما تتاكل ما تتقدمش وعشان كده احنا ما بنكل بقوليات بنتنفخ ايه سبب النفخة ان الاكل ما تهضمش وتخمر وبترة البكتيريا الضارة تشتغل عليه وتبهدل صحتنا حليب الابقار حليب الابقار فيه عنصرين في متع الخطورة على حياة الانسان ايه العنصرين دول؟ اللاكتوز اللي هو سكر اللبن والكازين اللي هو بروتين اللبن ربنا خلق للعجل ابن البقرة اللي هو البيبي ابن البقرة بيرضع منها سنة سنتين وبعني يتفطم وبعد كده يأكل من الاعشاب ربنا خلق للعجل ده انزيمات لتكسير اللاكتوز والكازين احنا عشان مش ولاد بقرة احنا ما عندناش الانزيمات الهاضمة للاكتوز والكازين نشرب اللبن يحصل لنا الالتهابات الزيوت النباتية المستخلصة او حتى الزيوت النباتية المهدرجة بتحتوي وبتمتع بنسبة عالية جدا من اوميجا 6 اوميجا 6 بيرفع من نسبة الالتهابات في الجسم بالاضافة معظم الناس بتستخدم الزيوت النباتية في الطبيق لما بتحط الزيوت النباتي على الحرارة بيتحل من بعضه وبيتحول الى ترانسفات اللي هو كوليسترول بيسد القواية الدموية وبيبقى فيه خطورة على القلب وعلى صحتك فانت كده مش بس بتأذي القولون انت كمان بتأذي الدور الدموية والقلب اخر حاجة مجموعة فواكه احنا مسمينها خضار ونحطها في السلطة بس هي في حقيقة الامر هي فواكه اي حاجة فيها بذر تبقى فاكهة الطماطم الفلفل البتنجان والبطاطس البطاطس مش من الفواكه من الدرن او من الجذور بس الطماطم والبتنجان والفلفل من الفواكه اي حاجة فيها بذر تبقى فاجهة الاربع حاجات دول طماطم فلفل بتنجان بطاطس يتمتعوا بكمية هائلة من الليكتن فانت لما بتاكلهم بيحصلك التهابات البطاطس مالهاش حل فطبعا انصح من محدش كولا انما الطماطم الفلفل البتنجان الليكتن موجود في القشرة وفي البذرة فانت لو شلت القشرة وشلت البذرة كده انت في الامان تقدر تتكولهم وتبقى مبسوط دول الست حاجات لو شلناهم من قائمة الطعام بتاعتنا هنشيل الاكل اللي بيعرضنا للالتهابات تاني حاجة السموم اللي بيحصل ان احنا عايشين في بيئة ملوّسة عوادم سيارات عوادم مصانع بالاضافة للأواني اللي احنا بنستخدمها في المطبخ زي الالومنيوم زي التفلون زي البلاستيك كل دي سموم بتخش جوه جسمك واول ما بتخش جوه جسمك جسمك ما بيرفش تخلص منهم لانها بتلزق وبتتحد في الخلايا الدهنية اي شخص فينا عنده دهون مجموعة دهون في جسمه حتى لو كان درياضي برضو في مجموعة دهون في جسمك السموم دي اول ما بتخش جوه الجسم بتتحد وبتلزق في الدهون الخلايا الدهنية اللي في جسمك وجسمك ما بيرفش تخلص منها فيه طريقة طبعا للتخلص منها عن طريقة الديتوكس بس ده مش لموضوعنا النهاردة لما نسبة السموم بتزيد عن حد معين ببتدي ترفع نسبة الالتهابات في الجسم احنا مش فئدينا ان احنا نتحكم في كمية السموم بس على القليلة نبقى عارفين نربط المو ببعد عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل في الدنيا من ضمن السموم دي المبيدات الحشرية المبيدات الحشرية في تركبها لما بتخش جوا جسمنا بتغير من تركيب الدي ايه بتاعنا وبيؤدي الى مش تقاروحات القولون بس ده كمان بيؤدي الى الكانسر السرطان لامراض القلب للزهايمر عشان كده مهم قوي لما نيجي نشتري اكل خضروات او فاوكه لازم تكون عضوية تكون خالية من المبيدات الحشرية عشان نضمن انها تبقى سليمة اواني الطهي هنمتنع عن الالومنيوم هنمتنع عن التفلون هنمتنع عن البلاستيك الالومنيوم عبارة عن معدن سام تفلون معدن سام بيتسربوا في الطبيخ بعد ما منحطوهم على النار جوا الاكل بدون ما ندرى بيخش جوا جسمنا وبيلزق في الخلايا الدهنية البلاستيك نفس الموضوع مصنع من المواد البترولية اللي بتخش جوا الجسم برضو بتسبب التهابات بالنسبة للستات مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل داخل فيها مواد بيضيفوها على المستحضرات عشان تبقى لينة وطرية زي الكريمات زي احمر الشفايف زي السام بلوك اللي هو الكريمات الضد الشمس كل حاجات دي بيبقى داخل فيها الومنيوم وسالفيت ومستحضرات تانية سام فالمهم قوي لما نيجي نشتري مستحضرات التجميل لازم تبقى 100% طبيعية هنصرف فلوز شوية زيادة بس صحتنا غالية علينا مهما ما صرفنا في مستحضرات غالية شوية هتبقى أوفر ما نصرفها في الأدوية ايه أنواع الأكل اللي مفروض ناكلها عشان تخفض من الالتهابات احنا اتفقنا بقى ان فيه أكل هنأكله مش هنأكله هنوقف هنوقف تناولنا لي علشان نمتنع عن الأكل اللي بيعمل الالتهاب فيه أكل بقى تاني نخفض بقى الالتهاب بما أننا لسه عندنا الالتهاب جميع أنواع الخضروات اي حاجة أخضر غامق فيها مضادات أكسادة بجانب فيها النقلياف قابلة للذوبان مريحة للقولون بجانب الفيتامينات والمعادن الجوز وعين الجمل والبندق طبعا جميع المكسرات مسموحة لكن التلاتة دول بالتحديد الجوز عين الجمل البندق فيهم نسبة أوميجا 3 عالية جدا وإحنا محتاجين الأوميجا 3 عشان خافض للالتهابات anti-inflammatory زيت الزيتون زيت الزيتون من معجزات العصر زيت الزيتون في أوميجا 3 مضاد للالتهابات مضاد للفطريات اللي بيحصل أن الزيتون لما بيعصروا بيعصروا على البارد عن طريق الكابس بيعصروا كذا مرة أول طريحة هي أنقى طريحة وأغنى طريحة بالأوميجا 3 فمهم قوي أن أنت عندما تشتري زيت الزيتون تجد مكتوب على الإزازة extra virgin يجب أن يكون مكتوب عليه extra virgin extra virgin هي أول طريحة الغنية بالأوميجا 3 ونقية زيت الزيتون أنا أعرف ناس تستخدمه في الطبيق للأسف زيت الزيتون لا يوجد القوة والقدرة على تحمل الحرارة بعد 200 درجة يتحل لا يريد أن نستفيد منه وليس يضرنا فنستخدمه على البارد على الصلاطة أو على الطبيق بعدما يخرج من الطهي ونرش عليه بعدما يبرد الزيت الثاني الذي يمكن أن نستعمله في الطهي وعنده قوة تحمل عالية للحرارة هو زيت جوز الهند زيت جوز الهند في مضادات للتهابات ومضادات للفطريات بجانب أنه عنده القدرة على تحمل من 400-500 درجة في أمان جداً في الطبيق يبقى نمتنع عن جميع أنواع الزيت اللي فاتت اللي قلنا عليها زيت المستخرجة من النباتات أو زيت المهدرجة وهنستعمل الزيتين دول فقط زيت الزيتون على البارد زيت جوز الهند على السخر السلمون والساردين يتمتعوا بأوميجا 3 عالي جداً إذا أخذوا بالكم المجموعة كلها كلها أوميجا 3 أنتي أكسيدنت اللي هي مضادات السموم في الأكل الزيت الأوميجا 3 والأنتي أكسيدنت السلمون والساردين مهمين جداً لغير تمتعهم بالأوميجا 3 أن هم بروتين حيواني وإنت جسمك يحصل فيه تلف في الأنسجة الداخلية يومياً عشان تجدد الأنسجة دي محتاج لمواد بناءة المواد البناء هي من البروتينات لأن عندما تأكل بروتين حيواني جسمك يحول الأحماض أمينية 22 حمضة أمينية جسمك يحولهم بعد كده لعضلات وأنسجة عشان كده المهمة أنا عارف أن هناك يمكن أن تقول أنه أخذ زيت كبد الحود زيت السمك لا يوجد مشكلة خالص يمكن تأخذ كمكملات لكن الأكل الطبيعي أساسي السلمون والساردين لا أقول لحوم وفراخ لأن لحوم والفراخ كلها مزارع يعني الناس بتسترزق مش زال فاللحين بتعزمان بيربوهم في الحقل تبقى الفرخة بتجري كده وتاكل من الأرض أو البقرة تاكل من الأعشاب فببقى لحمة نقية لا ده كلها دلوقتي متصنعة ومحؤونة مضادات حيوية ومحؤونة هرمونات علشان يزودوا الإنتاج تخش جوية جسمك بتبهدلك فعشان كده إنما السلمون والساردين بيستدوق من المحيطات أو من البحار فما بيكونش متضف له أي حاجة فهيتمتع بالأوميجا 3 مضادة التهابات بجانب البروتين الحيواني مضادات الأكسادة مهمة قوي زي ما احنا تكلمنا عن الملوسات اللي هي عوادم الصهيرات عوادم المصانع مستحضرات التجميل أواني الطهي السيئة كل دي سموم بتخش جوة جسمك فأنت لازم تطلعها فأنت حتاخد مضادات أكسادة مضادات الأكسادة أحد مضادات الأكسادة هي الخضار الغامع الأخضر الغامع بجانب التوت الباري الفراولة الرمان التوت الباري والفراولة فيهم مادة اسمها بوليفينول دي طاردة للسموم يعني أنت لازم تأكله كل يوم لأنت عايز تخلي جسمك يقلل الالتهابات فأنت عايز تطرب من جسمك كل السموم اللي بتسبب الالتهابات الرمان برضو فيه بوليفينول بس المشكلة إن اللي مصاب بالقوله أنت قرحي حاد وعنده نزيف أنصح بأنه يشرب عصير الرمان وليس الرمان نفسه لأن الرمان في بزور ممكن يأذي القولون لأنه نحن اتفقنا إن الجلوتون والليكتن بيخلوا المسام بتاعت القولون واسعة فأنت لو كنت بزور فيه احتمالنا هتمر منها لجسمك وده مش مستحب خالص فأنت حتأخذ العصير بتاعه بس على شرط إن أنت جيب الرمان تعصره في البيت لأن أنت لو اشتريته من السوق حيبقى متضاف له سكر كل الشركات بتضيف على الأكل اللي بتصنعه سكر بيعتبروه كمواد حفظة فيستحسن أنت تجيبه تعصره في البيت وتشربه لأنه فيه بوليفينول اللي هو مضاد الأكساد طبعا اللي ما عندهش تقرحات حادة ممكن يأكل الرمان زي الفراولة زي التوت الباري في حاجة برضو جديدة شاي في اليابان اسمه أشيتابا أنا للأسف دورت عليه في كندا زي ما أنتم عارفين أنا عايش في كندا دورت عليه في كندا ما لقيتوش لأنه حاجة جديدة بس رأيته أونلاين فطبعا اللي عنده بفرصة يشتري أونلاين ممتاز لأنه فيه مضادات الأكسادة بجانب أنه بيجدد الأنسجة إحنا كمصابين بالقولون التخرحي بنفق الدم كتير وفيه أنسجة بتموت كتير وبما أن الققولون متبهدل والجهاز الهضمي منبهدل فما بنمتصش المواد الغنية من الأكل بنفقدها فمطلوب منك أنت تاكل حاجات تجدد الأنسجة الأشيتابا واحد منهم مضاد الأكسادة وبيساعد الجسم على تجديد الأنسجة وطبعا في النهاية أنا جاء نقرر ثاني زيت الزيتون مضاد للتابات مهم جدا لازم يوميا تتناوله ما الفيتامينات والمعادن اللي هنأخدها كمكملات علشان تساعد صحتنا وتخلينا نتخلص من الأعراض بتاعت قولون تقرحي فيتامين دي ثلاثة فيتامين دي ثلاثة بيقوي جهاز المناعة قال لما رحت للدكتور بتاعي بقوله هو بيقول أنت مصب قولون تقرحي الغنية فقلت له يا دكتور الغنية 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 أنا أمار أسمع عنه قال لي ده عبارة عن خلل في جهاز المناعة بيهاجمك بدل ما يدافع عنك فإحنا هنعمل هندي لك دواء يهبط من قوة جهاز المناعة طبعا الكلام ده كان غريب لأن أنا ربنا خلقني بجهاز المناعة يدافع عني لو أنا هبطت من جهاز المناعة أبقى عرضة للإصابة بأمرض تانية بس على أي حال أنا مقدرش أزلم الدكاترة لأن هم ده اللي درسوه تشخيص المرض والدواء المقابل بس بعد كده طبعا لما الواحد معلوماته زادت وعملت الشهادة في علوم التغذية فهمت إن أنا مفروض أقوي جهاز المناعة علشان يتصرف صح فمن ضمن الحاجات اللي يتقوي جهاز المناعة فيتامين دي ثلاثة الماجنيزيوم الماجنيزيوم ليه دور كبير قوي في أنسجة موجودة تحت الجلد بتاعنا الانسجة اسمها ميتو كونداريا الميتو كونداريا دي بتحتوي على جميع البكتيريا والمايكروبات اللي عايشة في جسمنا وبتساعدنا على إن إحنا نعيش مدة أطول بدون أمراض أو خليين من الأمراض أو بتساعدنا على مقاومة الأمراض أو بتساعد جهاز المناعة على إنه يحارب الأمراض فمهم قوي أنت تغذي الميتو كونداريا دي أو البكتيريا اللي عايشة تحت الجلد عن طريق ماجنيزيوم عن طريق معدن الماجنيزيوم ثالث حاجة فيتامين بي 12 بي 12 إحنا لما بنفقد دم كتير ممكن احتمال يحصل لنا أنيميا فعشان تعاوض الأنيميا وتعاوض نقص الحديد عن طريق تناولك لبي 12 طبعا إحنا اتكلمنا عن البوليفينول اللي هو مضادات الأجسادة اللي هي من التوت البري والفراولة والرمان لكن لو تحب كمان تضيف إضافة كمان أن تشتريه كمكمل غذائي تروح للأجسادة تقول له أنا أريد بوليفينول سابليمينت بما مستخرج أو مستخلص من التوت برضو يبقى شيء إضافي كويس حيفيدك أواني الطهي في المطبخ كما احنا تكلمنا من قليل أن هناك أواني معينة ومعدات معينة يجب أن نلغيها خالص البلاستيك الألومانيوم التيفلون التلاتة يجب أن نلغيهم خالص من المطبخ سنستخدم بدلهم الأواني الزجاجية أو الفخار أو الحديد ستانل ستيل التلاتة دول في منتهى الأمان الأواني الممنوعة تيفلون ألمونيوم بلاستيك مستحضرات التجميل لما تيجي تشتريها زي ما احنا قلنا من شوية لازم تكون خالية من الألمونيوم ومن السلفيت مهم قوي لأن السلفيت والألمونيوم بيرفعوا من نسبة الالتهابات في الجسم أخيرا وليس أخيرا الطاهي الطاهي مهمة جدا أن نعمل الأكل على البخار على سبيل المثال مثلا لو أنت عايز تأكل جزر بطاطا بنجر بروكولي براسل سبراوت أسباراجوس أي نوع من أنواع الأكل اللي أنت تحس أنه هو الفايبر بتاعته نشفة عايز تطبخه بدلا ما تطبخه على النار هتطبخه على جهاز البخار ليه جهاز البخار مدته تبقى قصيارة قوي الهدف من التسخين هو قتل البكتيريا وتليين الألياف لكي تبقى حنيين على القولون ما يحدث على البوتجاز أن نحن نموت الأكل ليس من موت البكتيريا فنفقد 60% من القيمة الغذائية بالأكل إنما على جهاز البخار نفقد 15% فنستفيد بقيمة غذائية أعلى فهذا ستستلطف لك جهاز بخار حلو سعة كبيرة لأنك هتستخدمه كل يوم وتعيش مع لو كنت هتطبخ على البوتجاز هتستعمل زيت جوز الهند زي ما اتفقنا زيت جوز الهند عنده قدرة عالية جدا على تحمل الحرار طيب إحنا قلنا في البداية إن إحنا عايزين نوقف تناولنا للحبوب اللي هيا النشويات طب هنجيب إيه مصدر الطاقة من السكر عندنا مصدرين يأما مصدر دهني يأما مصدر سكري اللي هون النشويات المصدر السكري هنأعتمد على ثلاث حاجات البطاطا الحلوة البنجر أو الشاماندر والجزر الثلاثة دول دارانات يعني جذور بتبقى مدفونة تحت الأرض بيتمتعوا بقيمة غذائية سكرية عالية وفي نفس الوقت ما ما تضرش لأنها سكر بسيط جسمك بيحوله على طول لطاقة ما بتحويش في صورة الدهون الحاجة الثانية بالنسبة للبطاطا والجزر اللون الأصفر اللي موجودين فيه ده عنصر اسمه بيتا كاروتين ده بيرفع من قوة جهاز المناعة يعني نوقف الأكل اللي بيسبب التهاب نأكل أكل بيخفض للتهاب وناخد مضادات أجسادة تطلد السموم برا جسمنا وكمان ناخد حاجات مكملات غذائية وغذاء يرفع من قوة جهاز المناعة تبقى كده احنا عملنا منظومة متكاملة ده بالنسبة للبطاطا والجزر بيتا كاروتين قوة جهاز المناعة البنجر فيه مضادات الأجسادة أي حاجة لونها غامق أخضر غامق أحمر غامق بيبفيها مضادات أجسادة مهم قوي نحن نتناولها كل يوم لطرد السموم لأن السموم موجودة في الجو موجودة في الأكل موجودة في الماء اللي بنشربها فانت فيه سموم بتخش جوه جسمك يوميا فانت لازم تطردها يوميا البنجر من ضمن المضادات الأجسادة اللي هنضيفها على البوليفينول اللي موجود في التوت والفراولة والرمان بجانب ان البنجر يتمتع كمان بيتامين بي اللي هو بيساعدك على اشفاء من الأنيميا اللي هو عندك نقص في الحديد ده بالنسبة لمصدر الطاقة اللي جاي من النباتات الكربوهايدراتية أهم النباتات الدهنية هي المكسرات جميع أنواع المكسرات في نقطة جماعة مهمة جدا لما نيجي نأكل المكسرات أو أي دهون سلمون ساردين ما ينفعش نحن نخلطها مع المجموعة دي مجموعة البطاطا والبنجر والجزر لسبب دول سكريات ودول دهون في نظرية بتقول إيه بتقول أنت لما بتجمع السكريات والدهون مع بعض بتعمل بروسس أو إجراء اسمه إجليكيشن إجليكيشن ده بيحصل اتحاد ما بين زرات السكر وزرات الدهون أو زرات البروتين السكر بيتحد مع البروتين أو الدهون وبيتهبس وده في خطر على صحتنا بيعمل تصلب شرائين بجانب أن هو ما بيوصلش الدهون اللازمة للمخ مخك محتاج لدهون لو رجعنا الفيديو بتاع الكوليسترول اللي أنا كنت عملته قبل كده مخك محتاج لدهون فإنت عشان توصل الدهون دي ما ينفعش تاخدها مع السكريات والنشويات فإنت لو عايز تاكل البطاطا والجزر والبنجر هتاكلهم مع الخضروات نفس الحكاية بالنسبة لمصدر الطاقة الدهني هتاكلوا برضو مع الخضار بس ما ينفعش نجمع الاتنين دول مع بعض لو جماعة ممنع مع بعض الدهون زائد السكريات هيحصل أو التيبس أو ارتباط السكر مع الدهن دي كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة أتمنى يكون فاتكم يا رب يكون استفادتم منه بطلب منكم من أن تعملوا شارع على أوسع نطاق علشان أنا تمر به وعايز أفيد على قد مقدر أن أنا أنشر المعلومة يارب يكون الفيديو فاتكم ابعتوا لي أي كومنت أنا بشتغل كتير أوي بشتغل سبعة تان في الأسبوع بس بلاقي إن شاء الله وقت هرد عليكم لو عندكم أي استفسارات إن شاء الله هرد في أسرع وقت استنوني في الفيديو اللي جاي هنتكلم زيما اتفقنا عن هرمونات الجسم وعلاقتها بالوزن شكرا للمتابعة سلام